احنا كنا تكلمنا عن حاجة اسمها مقاومة صح اللي هي كانت ار بتساوي رو اي ال على اي وعدنا نحسب الريزيستنس الوحدها ازاي بتتجاب من الريزيستفتي واللينس والايري ولكن النهاردة هنبتدي نتعامل في حاجة اسمها الدي سي سوركت الدوائر الكهربية هو احنا ما بنحطش جهاز ما بنحطش لمبة واحدة ما بنحطش جهاز واحد احنا ممكن نكون مركبين ايه اكتر من جهاز في السوركت بتاعت فامجي قالك انا لو حاطت كزا جهاز كل جهاز لي لمقاومة معينة طب مقاومة الاجهزة دي هتعمل ايه وارد ان هي تضعف للكهرباء او وارد هي تضعف للفولتات وارد تعمل كزا حاجة في الدايرة فانا لازم احسب الحاجة اسمها الريزيستنس الاكويفلانت ريزيستنس عشان من الاكويفلانت ريزيستنس اقدر اجيب ايه الانتنستي والفولت والكلام ده كله بمعنى انا هتخيل كده تخيل بسيط والتخيل ده ما بيجليش يعني الرسم اللي هرسمها لك هتفاهمك اللعبة اوه انا عندي كنتينر هنا فيه مية وكنتينر التاني فيه ايه مية حلو منسوب المية هنا مثلا قليل ولكن منسوب المية هنا عالي والتو كنتينرز دول متوصلين بمسورة حلو بس المسورة دي اللي هتنقل المية من هنا اكيد من المنسوب العالي المنسوب الايه القليل حلو فيها هنا مطب اهو بالمنزر ده حلو يعمل ايه في المية يبطقها يضعفها طب لو انا حطيت فيها مطب تاني يعمل ايه في المية يبطقها اكتر ويدعفه اكتر ده معنى ان انت كل مطب كان بيعمل ايه بيزود بمعنى بسيط ان الاتنين المطبين دول على نفس الشارع فمن الاخر كل ما المطبات ما تزيد على الشارع كل ما ايه اللي هيجرى الكهرباء هتقل خالص او السرعة بتاعة المية اللي بتتنقل هتبتدي ايه بتقل التوصيلة دي بالمنزر ده بالزبط لو انا عندي باتري حلو وعملت ادي رزيستنس ادي اتنين ادي تلاتة ركز لي بقى في اللي جاي حلو وهنحط شوية فولت ميتر كتير جدا في الدائرة بتاعتي دلوقتي ادي ده اول فولت ميتر تمام في وان ادي في تو في سري وفي فور معلومة رقم واحد ونحط بالمر يلا ادي اميتر ودي اميتر ودي اميتر قل زي من تعاوز مغرقينها ايه اميتر رقم واحد ايه السابت في السيركت دلوقتي ماشي في وان سابت يعني كويس ان انت الحقتون عشان كنت ايه في جلطة بحسك دخل على قلبي مين السابت غير يعني اميش دعو بالفي وان اكيد الفي وان عشان دعو البطارية ولكن مين السابت في الدائرة دلوقتي انت انسي صح? كمية الكهرباء هنا الاميتر هيقراها هنا هيقراها هنا هيقراها هنا في ايقراها في اي حترة يعني انا اقدر اقول ان انتنستي الاي مين هي بتساوي الاي وان اللي مشى في الريزيستنس الاولى وبتساوي مين اي تو وبتساوي اي سري كل الاي سابت مين وان ومين تو مين سري بسيطة خالص مش دي اسمها ار وان ودي ار تو ودي ار اي سري ودي الاي مين الاي في الدايرة كلها ما لها سابت الاي ما تغيرتش حل? طب فيه معلومة هشتهالك المرة اللي فاتت ده بيقرأ اولا اي فكرون اي ام اف تساوي في وان بلس في تو بلس في سري اه 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 دي في تي اللي على البطارية الجهد بالبلد بتاع البطارية لو البطارية دي بتديني تسعة فولت دي مسلا هتاخد تلاتة ودي تلاتة ودي تلاتة لو هم كانوا ايه ايدنتيك ايكوان حلو؟ يبقى في توتل بتساوي في وان بلس في تو بلس في سري طب قوم غششني القانون الجميل قال لي ان في بتساوي ايه؟ اي فار يعني في توتل بتساوي مين؟ اي مين؟ في مين؟ في الار ما اسماش توتل بقى ار اكويفلنت المقاومة كلها ايكوال اي وان فار وان زائد اي تو ار تو زائد اي سري ار مين سري رأي اغاية هنا؟ عسل بتقدر تاخد كومن فاكتور؟ وش؟ طب لما الايات قد بعد ايه لا انا استفدتوا دلوقت؟ ان الار اكويفلنت ايكوال ار وان زائد ار تو زائد ار سري هو الاراض دلوقت كانت راجبة ازاي؟ بالبلد يقول لي جنب بعض صح؟ قلنا لما نتخط جنب بعض اسمها ايه؟ سيريوس يبقى الكوننكشن ده اول كوننكشن بنتكلم عنه ان انت الريزيستنس تبقى كوننكتد ازاي؟ ان سيريوس تتوصل ان ايه؟ سيريوس التوصيل ده من الاخر لو لقيت المقاومات كلها راجبة جنب بعض تعمل ايه فيها؟ عشان تجيب التوتال؟ لص بعض انت عارف دي بتعتمد على كونسبت ايه؟ تعالى فهمك ودي حتة مهمة قوي ان دي بتعتمد على كونسبت اولا مش الار كانت بتساوي ايه؟ فقانون رو اي ال على ايه؟ ايه اخبار الريزيستيفتي؟ ويش؟ ايه اخبار الاريا؟ سبت علشان انا بقولك جايب مقاومات كلها ايدنتكا على السبيل الافتراض ان المقاومات كلها زي بعض حل؟ فانت ما تخد ادي المقاومة دي اخت المقاومة دي اخت المقاومة دي ايه انت عملته؟ انت زودت طولهم انت زودت ايه؟ الطول ولكن الاريا؟ سبتة ليه؟ عشان ديه مسلمة ديه مسلمة ديه؟ فكده الاريا لو مثلا هنا باثنين سنتيميتر معي لو هنا باثنين سنتيميتر سكوير يبقى برضو هتقدل طول عمرها بكام؟ اثنين سنتيميتر سكوير ولكن ايه اللي انت لعبت عليه الطول اللينس القل صح بمعنى بسيط ان انت دلوقتي قلتلي انهاج مع طول دي زي الطول دي كأنها زي الطول دي هيا ده كأن اللي انت عملته فاحنا بنقول ان النسبة متساوية للاطوال يعني انا لما ازود ريزيستنس جنب بعض ايه اللي بيخليلي ان ريزيستنس تعليه الال ان انت وي كأنك الار اكويفلنت دي كأنك بتجيبلي الال مين اكويفلنت بتعادل مين الان زائد الان زائد الاسر يبقى نسبة دي نسب نسبة الالات كنسبة الارات ايه ده يعني ايه كلام اللي انت قلته يعني مثلا لو دي باثنين متر والار اكويفلنت تلعب بتمانية يبقى انت لو عملت ايه سوري اللي اكويفلنت اللي هي بتمانية على اثنين تطلع بكم اربعة لازم لما تيجي تعمل ار اكويفلنت على ار وان تطلع بكم اربعة برضه النسب متساوية ليه النسب متساوية هما ضيبت واللي فيين دول سوابت فانت كأنك هتعمل ار اكويفلنت على ار وان كنسبة ال اكويفلنت على ايه وان دي معلومة رقم واحد تاني بص انا من اول يوم هنشتغل بلاعبة اسمها النسب التنسيب ده اللي يبقى لعيد فيه يا له ويه المسال دي بتتحلوا وانت مغمض عن ايه اقول لك عملتها ازاي تولي نسبت هي انا نجبتها بالنسبة فمن الاول اتعود على التنسيب بالطريقة دي بمعنى لازم تبقى عارف ان نسبة ار اكويفلنت على مثلا ار وان هي كنسبة مين ايه اللي اكويفلنت على ايه اللي وان دي تنسيب عادي عشان كده كده الرو والاي ايه ايه اخبارهم سوابت مش موجودين فانت لو قلتلي تمانية على اتنين كنسبة مثلا هتقول لي دي بقت ستاشر على اربعة تهمنا حاجة حكاية تانية ايه اخبار الاي سابت مدام الاي سابتة يبقى دا معناها الكيو على التي سابت مدام الاي سابتة يبقى الكيو على التي ايه سابت يبقى هنا ما فيش تنسيب للكيوهات ولا الايات الكيو والاي ما لهم دي معلومة مهمة اني لازم ابقى اعرف ان الكيو وي الاي بيبقوا ايه كنا استنتفاك معلومة رقم اربعة مش انت قلتلي على ار وان كنسبة على ال وان لو انت صايع قوي انت عارف يا كنسبة ايه كمان مية مية دي كان نسبة في توتل على في وان جابتها منين ما هي غشت من قوم الاي ما لها ودي باركت مع مين مع الفي اهو الاتنين دول نسبتهم لبعض واحدة يعني لو قلتلي الاي باتنين حلو والار هنا كانت باربعة يبقى دي هاتة طلع بكام تمنى طب لو قلتلي الاي باتنين والار التانية مثلا كانت باااااااااااااااا يبقى دي هاتة الطلع بكام طب ما تمانية على الستاشر مش هيك نسبة اربعة لاتماية فاهمين حاجة? لا مش فاهم. ولا هو يبص مش فاهم. انا من الاول بقى كده بنروح علي. انا هقول لك حاجة. هو انا دلوقت ركزلي لو قلت لك بتساوي. نقول مثلا اتناشر فولت. حلو? وقمت قلت لك ان دي بستة او بلا ستة. دي بتلاتة ودي خليها 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 خلي دي باربعة واشنين عشان اقرمي رقم اكبر بتعرف انت تنسيك. خلي دي باربعة واشنين. وقلت لك يا معلم دي بتلاتة ودي باتنين ودي بواحد. اوم اوم اوم. تمام? انا هلعبها بكل الطرق وركز على اللي عبا اللي انا هلعبها. لو انا حبيت اجيب اراية وان وفي تو في سري. انا نجيبها بالطريقة التقليد دي. انا عرفش. انا كل اللي اعرفه. انا عندي قانون اسمه اومز ايه? لو. في ايكوال? اي ار. الفيب كام? اربعة واشنين. حلو? طيب. توتل القراط بكام? توتل القراط هو انا مش اقل لك واحد اوم واتنين اوم وتلاتة اوم? يبقى توتل كام? ستة اوم. يبقى الاي دي كام? اربعة واشنين على? تطلع الاي? باربعة. حد معترض لغاية هنا? هقول تاني اللي انا عملته. انا كل اللي انا عملته حطيت ارقام افتراضية اهو. هبادنا رقم اسمه النفلطات البطارية باربعة واشنين. وانا المقاومة الاولى بواحد اوم التانية باتنين اوم والتانية تلاتة اوم. فقمت قلت لك انا في لما بجيب الار كلها بعمل ايه? بعملهم بلاس بعض. اجيب ار وان زائد ار تو زائد ار سري زائد لو مليون ار موجودين. جمعتهم على بعض. طلع الار اكويفلنت بكام? واحد اتنين تلاتة? ستة. قمت عملت اربعة واشرين على الستة. طلعت بكم? اربعة ايه? امبير. ماشي. تقدر تقولي في وان بكم? في وان هي الايه اللي ماشي فيها في ارها. طب ما الايه بكم? اربعة. اهو ايه في ار. ويه الار بكم? تطلع? اربعة فورت. طب فيتو. الايه في الار والاي كده كده? اربعة. والار باتنين. تطلع? في سري. اربعة. في تلاتة. تطلع? اول حاجة لازم عنك تبتدي تلاحظها. يده كام? مجموع دل يده كام? ده احنا شغلين صح. ما اكيد. ما اللي اربعة واشرين اللي جرى لها? اك تك 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 تقسمت عليهم. دي اربعة ودي تمانية ودي اتناشر اجمع بقت اربعة وشرين. معلومة رايقة هي. تنسيب الفولتات كتنسيب مين? الارات. هات اي فولتين انت عويسهم? يعني ايه هات اي فولتين انت عويسهم? يعني انا دلوقتي مش هان كان معي في توتل. انا كان معي في توتل. انا مش عارف في وان بكام? بس انا ممكن اقول في توتل على في مين? وان كنسبة مين? ار اكويفلنت على ار وان. انت عندك تلاتة وفي واحد مش عاني. اعتبر ان هو مش عاني. ايه تلاتة اللي عندي? في توتل بكام? ار اكويفلنت? ستة. ار وان? واحد. طرف تجيبلي في وان? مقصات. ار اكويفلنت? ستة. ار وان? واحد. طرف اربعة واشرين على كام? تطلع في وان بكام? اربعة? ده ايه? يبقى انا حالتها بتريتين وانت مش حاسس. في واحد عمل لعبة ان هو جاب الفيهات كلها وجاب الاي وابتدى يشتغل. يعني جاب لك من هنا اقال لك انا هجيب الاي الاول. الاي من بتاعتي بكام? وبعد كده بقى اخد اي ايف ار ايف ار ايف ار. واحسبها. في واحد تانية اللي ما النسبة متساوية. انا معي ارات ومعي فيهاية. يبقى اقدر اناسب كل في للفي توتل مع الارات بتاعته. تانية. انا لو عاوز مسلا اهي. بص يا معلن. انت مش معاك في توتل. ومعاك مين? الارات. هاد في توتل لي في تو كنسبة مين? ار اكويفلانت. على ار تو. في توتل بكام? باشين. في تو معرفش. انا مجبتش. طب ار اكويفلانت. ست. طب ار ون ار تو. اتنين. اعمل مقصات. دي في دي على دي. يبقى اتنين في اربعة وشرين. تمانية واربعين. تمانية واربعين على الستة. تمانية. صح? يبقى انت حسبتها. طلعت بتمانية فوتل. من غير. نحسب اي اصلا. عارف المنطق ده جايبه منين? او ال في توتل دي بتسوي مين? اي. في ار. والفي تو بتسوي مين? نفس الاي. بس في الار تو. فالاي هتطير مع الاي. يبقى في على في كان نسبة ار لمين? دي اول معلوم. في السيلياس كنكشن. مين الثابت? وي? سيليها دي على جنب. اي. مين? والكيو. مال اي هي تعامل معاملة مين? الكيو. مالهمش تنسيب. ولكن مين الريشز اللي البعض? الفيهات للارات وللالالات. اصلا انا ممكن اعلي مستوى السؤال? واقول لك النسب بالاطوال. واقول لك هاتلي الفولتات ودي بقى الرخامة الاعلى. يعني لما ادتك ارات انت عملت ايه? واحد تاني لما ادتو القارات? قال لي خلاص انت مش مديني القارات. سيجيب التوتل في والتوتل ار. اقسمها مع البعض يجيب لي مين? الاي. اجي عند كل فولتوميتر اي فقارك اي فقارك اي فقارك. فده هنا عدة مرخلة ايه? التنسيب. انا يا عم ماليش في التنسيب. اباعرفش لعبها تنسيب. فانا هجيب اي على مهلي. وهم ايه? اضرب اي فقار يجيب لي فولتات. ولكن لو واحد بقى صيع كده من اللي بيعمله الامتحانات دول. امركز. قال لك انا هديك طول ده اتنين متر. وطول ده اربعة متر. وطول ده كم? تمانية متر. مسلا. فكده انت ما تقدرش تجيب اصلا ار اكويفلنت وما تقدرش بعد كده تشتغل بالقانون ده. تقول للفي على الار يجيب لي الاي واعد اشتغلها ايات. ده انت كده الساعتها محتاج على طول وتشتغل ايه? ما بين مين لمين? ال ال والفي. وال ال والفي ما لهم? ضايمة. رأيقة لغاية هنا? حيب. حتى عابلتها قوي خلاص وتبقى خلصة السيريوس. حتى مفاش اي حاجة. هو لو دي قد دي قد دي. بدل من انت بتجمحه مع بعض. ممكن تعمل ايه? حيب? يعني انا ممكن لو عاوز اجيب. بدل ما اقول الار اكويفلنت كده اقول الار اكويفلنت بتساوي ان في ار واحدة. ده في حالة ايه? كلهم زي بعض. في حالة ان كل المقاومات زي بعض. بدل ما تقولي ان انا هجمع دي زي دي زي دي. اقول على طول واحدة في عدده. يبقى انا اتعلمت في السيريوس حزبة السيريوس سيرساية عم. قالت بقى حضانة. انا عاوز اطلع بثلاث معلومات. في السيريوس لو عاوز اجيب ار اكويفلنت. ار بلس ار بلس ار. او? ان في ار واحدة. ده لو هم على نفس السطر. تاني حاجة. خد بالك برضو الفلطاط بتيجي بالجمعة. يعني لو اديتك دي باتنين. ودي بتمانية. يبقى دي لازم تكملت البطارية. يبقى الفلطاط بتجمعة. ولكن مين السوابت? الاي والكيو. النسب لقارات لقلات. ما جاتش. النوع التاني. طبعا هما بيبانوا ان هما نوعين. حاجة اسمها سيريس وحاجة اسمها ايه? ولكنهم مش نوعين. هو فيه نوع تالت ميكس. وده الحوار بقى الاعمق. بس تعالي نفهم الاول ايه البارل? البارل ببساطة خالص. هنا مش بارل الماس. مش بارل قطبان قطر. البارل بنقولها بمعنى ان انت مثلا انا في البيت. عندي اه اتنين مطلعين عناي. فعاوزة لهيهم في اي حاجة. عاوزة خلص شغل. وهم عاملين يتنططوا على قفاية. فهم وقلوهم ايه? اللي هيخلص قطه الاول ويوضبها الاول ليه دي عندي? فيهم ايه اللي يحصل? هما اللي اتنين في نفس اللحزة يجروا يعملوا شغلانة مع بعض. وعشان هما اللي اتنين عاوزين يبقوا لوائل فبتليهم هما اللي اتنين ما لهم? بيخلصوا مع بعض في نفس اللحزة. تاني. ده مش معناها ان اتنين لبعض. كلمة مش لازم زي قطبان القطر لبعض. ولكن ده معناها ان عندك واحد بيعمل شغلانة. والتاني بيعمل شغلانة والشغلانتين ايه? بيخلصوا في نفس اللحزة. بيتعنوا في نفس اللحزة ويخلصوا في نفس اللحزة. طب دي شكلها ايه عندي? بص يا عمي. تعال اشابها لك بالمنظر ده الاول. اللي ما بيجليش. انا هرسم كده. اه هو ده هتلاقيها هتفصل لك الحوار في الاول. وكده. انا عندي دلوقتي اتنين كونتينر. هنا وهنا. ادي ده كده. وعاوز اوريك حاجة. دي مش مسورة فوقيها. اللي انا برسمه ده. مش مسورة فوقيها. قمال ده مسورة ايه? على نفس الخط بتاعها بالزبط جنبها. وراها. وحدة كده والتانية كده. مش كده وكده. بالجنب بعض. ودي ده يا عم وحدة رفيعة والتانية تخينها شويتين تلاتة. هلو? سؤال. انا لو هنقل المية من هنا لهنا. من اللي هنقل المية الاول? مش حاجة اسمها كده? اللي اتنين ملهم. بينقل المية في نفس الوقت. يبقى هنا الاداء ماله. بيحصل في نفس الوقت. قلنا هنا المية مش هتمشي في مسورة قبل التانية. ومش عشان مسورة ادخن ومسورة ارفع. يبقى معناها ان المية هتمشي هنا الاول او هنا في الاخر. ده المسورتين ملهم اول حاجة. هم جنب بعض مش فوق بعض. فدي هتنقل المية ودي هتنقل ايه? مي? طب بالعقل يعني. انهل هتنقل المية اكتر. هم? انهل هتنقل المية اكتر اتخينة ولا الرفياء على الاتنين زي بعض. معك خرطومين. خرطوم واسع وخرطوم بيء. ينقل المية اكتر. ادخن. ارفع. تاني. انا معي خرطومين مية. اهو ادي المية اهي? هنا في خرطومين. انهل هتنقل المية احسن. انهل هتنقل المية اكتر. الكبير ويش? مش محتاجة اي منطق للتفكير يعني عندك المسورتين. والمسورتين جنب بعض. دول مش فوق بعض. محتوطين كده. اكيد المسورة اتخيني هتنقل المية ايه? كتير. والمسورة الرفياء هتنقل المية ايه? اقل. بس الاتنين ما لهم. في نفس الوقت? اه. اه. صح? بالعقل. لما كان هنا عندي. هنا خد بالك المطبات الكتيرة كان بتعمل ايه? بتبطق. هو هنا مفيش مطبات? لا فيه مطبات على فيها. اه اه هو مطبي عام. شان محدش يقول لي هنا مفيش مطبات. ودي مطب برا. حلم? بس المطبات اللي كانت بتتحط هنا كانت ايه اللي بتعملها? بتبطق المية. طب والمطبات هنا بتبطق ولا ما بتبطقش? اه بتبطق. وش بتبطق? ولكن انت بعد ما كنت ماشي على طريق واحد. وعملت حطه مطب في التاني في التالت. فانت الطريق ده عمال كأنك بتعمل فيه زحمة اكتر من الطبيعي. عارف لما احنا نكون مسلا خارجين في طريق. والطريق ده انت عمال تعمل فيه ايه? تزود لي كل شوية مطب. يبقى العربيات اللي هجرى لها. هتوقف. هتبطق جدا. طب هنا انت مش بتزود مطبات على قد ما في نفس الوقت بتزود ايه كمان? طرق. حارات كتيرة. حارة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة ورا العشر. كل شوية ايه? حارف 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 حارف. صح كده? يبقى انت كده بتعمل ايه? على الرغم من وجود مطبات ولكن الدنيا ما بتموتش. عشان تعمل تفتح في طرق جديدة في شارع جديدة. اللي انا عملته ده ببساطة هتفهم حالا ده اسمه. بمعنى ايه? ادي بطارية. وادي هنا سلك بريزيستنس. وادي هنا سلك نعاوز اقبل الرسمة. مهم? وريزيستنس. وادي هنا سلك وايه? وريزيستنس. اول معلومة. النقطة دي اسمها? ايه? ودي? النقطة دي. ايه? طب ودي? ودي? طب ودي? 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 بيه? ده لف بيه اهو. تاني معلومة. الطريق اللي فات انت بتزود مطبات فين? في نفس الطريق. اهو. فكل لما انت تحط لي مطب الزيادة. كل ما الدنيا ايه? المقاومة تتعلى جدا. فالقرى انت يبتدي يقل. ولكن هنا انت مش بتحط مطب الزيادة على نفس الخط. انت بتعمل ايه? بتفتح طريق جديد. بتفتح طريق جديد. فلو اخت بالك فتحة الطريق الجديد اللي انت عملته. انت ما بتوقفش الطريق. ده انت بتحسن اكتر ان الكهرباء تمشي. ازاي? انا كحكومة مثلا عاوز احط تلات مطبات. حلو? لو حطيت تلات مطبات على نفس الطريق هتعمل ايه في الطريق? هتموته. ولكن جبت كل مطب وجبت له طريق مختلف. فانت بدل ما الناس كلها كنت هتمشي في طريق واحد ده هيمشي هنا. وشوية هيمش هنا? وشوية هيمش فين? هنا. فالزحمة دلوقتي اللي هجرالها? هتتوزع. فالدنيا ما تضعفش. يبقى لما انت بتوصل بالمنزر ده اسمه يا معلم ما بيموتش الدنيا. ليه? عشان انت المقاومة دلوقتي بعد ما كانت ورا بعد بقت ايه? تحت بعد. فانت كده قللت المقاومة. ايه ده? يعني انا ما وصلت بالمنزر ده بقت المقاومة ليلة? ليلة موت. تعال افاهمك بقى. لو انا حطيت فولت ميتر هنا. والفولت ميتر ده? اربعة وعشرين فولت. ده في توتل. ادي في وان كام? ودي في تو? ودي في مين? سري. ما تيجي من اللي احنا عملناه هنا? انا ابتدت بالسابت. فمين السابت هنا? اي مين? مين السابت هنا? ايش معنى? ما كلهم بيقرأ ايه? الـ potential difference. فارق الجهد ما بين مين ومين? ما بين الاول بي. يبقى في وان بيساوي مين? او في توتل بيساوي 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 بيسري. ده اول سابت. بس بالعقل انا كان هنا عندي اميتر بيرى حاجة اسمها ايه اللي هي مين بقى دلوقتي اي مين الكهرباء الاساسية اللي احنا ماشيين في الطريق الرئيسي ده بس الكهرباء الاساسية دي دلوقتي ايه اللي هجرالها هتخش في الطريق ده وهتخش في الطريق ده يبقى ايه وتخش هنا يبقى ايه ايه هنا هنا اه صح ايه رأيه بتقول لي علشان السؤال يبقى بتقول لي ايه وان المفروض تترسم بعد المقاومة الاميتر احطه بعد المقاومة دي بعد ار وان حلم ودي ار ودي ار مين ايه رأيه احط اميتر وان قبل المقاومة ولا بعد المقاومة ليه مش على كده هو الاميتر ده مش محطوط ما بين نقطة او بي قبل ايه او ايه سوري قبل المقاومة بعد المقاومة مش دهت اللي اتفاقنا عليه يبقى هنا لو حطت لي الاميتر او حطيت الاميتر هنا عسر ولا تفرق معي في اي حال انا ما اتكلمش على الاي انا ما اتكلمش على انا باتكلم على وضع الاميتر وان هي عاوزة تمسح الاميتر من هنا وتخط لي ايه وان هنا هو ده على نفس الفرعة تفاهم قصدي تعالي خيل لك المنظر المنظر كلقاتي كده وبعلي كده قمت عملت فرعة كده وعملت فرعة كده وعملت فرعة كده مش ده اللي حصل فالفرعة ده راكب فين قومة بالمنظر ده وده كده وده كده السؤال بقى انا لو جيت على الفرعة ده حطيت اميتر هنا او اميتر هنا ايه رايته هتتغير على الفرعة مش ديك حطيته قبل او بعد الريزستنس رايته سابتا ولكن انا مش بقول انا حطيته هنا الهينة انا مش بكرنا بين ده وده انا بقول الاميتر اللي عا نفس البرانش عا نفس التفريعة اتحط قبل المقاومة او بعد المقاومة سيم تمام? ماشي انا اقدر بقى استنتك حاجة مش ده اي مين اميتر واي هيرا مين اي مين طب اي مين اميتر واي ده ايه اللي جرى للكهربا؟ فيه شوية مشت في اي وان وشوية اي تو وشوية اي سري فبقى الاي مين بيساوي اي وان زائد اي تو زائد اي سري اللي انا استفادوا من هنا اللي انا استفادوا ان الكهربا جات هنا اتفرعت مشت كده وإيه اللي جرى لها؟ اتجمعت ورجعت تاني ده اساسه ده معناه انبارل يعني ان انت كل واحد رح يعمل وظيفته والتاني شغال بيعمل وظيفته وبعد اما خلصوا هم التلاتة ما لهم اتقابلوا مع بعض تاني انا مسلا مسلا لو معي هنا ستة امبير دخل هنا اتنين امبير هنا اتنين امبير هنا اتنين امبير في نفس اللحزة يعني معي ستة عربيات الستة عربيات بيقول فيه اتنين دخلوا هنا في الطريق ده واتنين دخلوا في الطريق ده واتنين دخلوا في الطريق ده وكلهم قبلوا مطب وبعد كده اللي جرى لهم رجعوا تاني على طريق واحد عارف زي ما نخش كده على كارتة الطريق وانت دخل على الكارتة الطريق كبير بس كل عربية بعد كده بتبتدي تخش على ايه? احنا لو تلت عربيات بس زبط في الطريق. وقدامنا تلك كارتات. في الطريق الصحراوي. بالعقل. ده ابسط تفكير. بتبقى ماشي. عربية داخلت هنا. بتاني نخش هنا. تلت تخش هنا. وبعد كده احنا بتاني ندفع الفلوس ونرجع ايه? نتقبل مع بعض في نفس الطريق. هو ده اللي حصل بالزبط. ده في لكن في السيريس. انا ما كانش قدامي في الطريق غير ايه? كارتة واحدة وطريق واحد. فكلنا بضلنا. ورا بعد ماشيين. فلو خدت بيالك السيريس عمل في ايه? اضعف الاي. ايه الاي هنا سوري كبر الار والاي بتاعتي المين? ضعفت. ما هو? هي ثبتة فيهم كلهم بس اقلت ليهم كلهم. يعني ايه? يعني الاي ثبتة هنا ثبتة هنا ثبتة هنا. ولكن الاي عن متن? قلت. يعني بعد ما كنا مسلا كلنا ماشينا على سرعة آآ خمسين. لما جينا على الكارتة دي. الكارتة دي عملت فينا ايه? بطقتنا كلنا. ولكن لما جينا هنا كنا مشينا على سرعة مسلا خمسين. كل واحد دخل على ايه? على حارة. فما تقناش قوي. ارجع بقى تاني لحكايتي. انت بتخلي الكهربا تمشي على كام? على كل التفرعات. ما عندهاش فانت الكهربا بتتوزع. يبقى في مين اللي تقسم? العسل. فباقت الاي مين بتساوي الاي اللي داخلت هنا زائد اللي داخلت هنا زائد اللي داخلت هنا. ويرجعوا بعد كده اللي جرالهم. يجمعوا. مين السابت? طب من قانون قوم. الاي بتسوي ايه? V over R. يبقى الاي من تسوي ايه? V total على R equivalent. equal. V one or one equal. V two or two equal. او سوري مش equal. D plus plus V three R three. انا شلت الاي المين? وولت V total R A equivalent. I one V one or one زائد V two or two زائد V three R A three. مين السابت? خد common factor. يبقى لك. وده يهمني قوي بقى. ان واحد على R equivalent. كنسبة مين? واحد على R one. زائد ايه ده بقى? في كنت بتجيب ال R equivalent ازاي? مجموع الارات. كنت بتجيبها? مجموع ايه? الارات. عارف لكم انت بتجيبها مجموع الارات? انا قلت هالك بس انت ما اخدش بالك. اش كده? طبعا هيا ده التفسير او دي الاثبات. ولكن اشمعنا لجأنا المجموع الارات? عشان هي كنسبة مجموع الالات. انت لما عملت كده كنت بتزود مين? الال والال دي مكتوبة فين? مكتوبة فوق في القانون. مش كانت الار بتساوي رو ايه ال على ايه? فمجموع الارات هو كنسبة مجموع مين? الالات. ولكن لما انت حطتهم جنب بعض انت زودت مين? الاريا. وده السؤال اللي انا قلت لك. كنت حطه في الواجب. وقلت لكم ان السؤال ده سابق لقوانه سنة. انه لما بنوصلهم جنب بعض. جنب بعض. انا طولت السلك. وما انا عملت ايه في السلك? تخانته. كياني تخانت السلك. يبقى زودت مين? يبقى انا عاوز اجمع مين? اريا. تاني تاني تاني. تاني. ما بص عارف اللي يبقى البعد اللي انا عاوز اوصله ينبسط. ايوة كده. دي مجموع انا محطيت ما طباط. فده كده مجموع ال ال. جبت ال. مقاومة لها طول. ومقاومة لها طول. ومقاومة كمان لها ايه? طول. فانا كده لو عاوز اجيب الطول كله فكايني هجمع ال. زائد ال زائد ال. فيبقى ال ال لنسبتها لنسبة مين? الار. فيبقى اني جماعت ار زائد ار زائد ار. عشان كده لما بنيجي النسب نقول نسبة ال ال لا كنسبة الارات كنسبة ال في ده في السيريس. ولكن لما انا عملت مقاومة كده. ومقاومة كده ومقاومة كده. هو انا عملت ايه? زوبت الاريا. انا عاوز اجمع مين? اريات. عشان اقول دي بتنين ودي بتنين ودي بتنين يبقى اجمال الاريات. ست. انا جمعت اريات. بس انت لو جمعت اريا. الاريا دي مكتوبة تحت. يبقى ما دينفعش تجمع ار. انت لازم تجمع مين? هي دي اللعبة. بالتنسيبة. يعني هنا ما اجا اقول لك. هدي اول نسبة تظهر لك. ان التنسيب ار اكويفلنت على ار وان كنسبة مين? ايه وان على? ايه توت? مش هزعلك. ما دي اول تنسيبة. ان النسب هنا لنسب مين? اريات. مش نسب الات. فتبقى معكوسة. اصبر عليا. تاني حاجة. انت مش اتفقت معي ان الفيهات سابتة? اتفقنا على كده? طب انت كده تقدر تقولي. فيوان بكم مسلا? ما وش من اقول لك دي با اربعة واشين يبقى فيوان? اربعة واشين. فيو. اربعة واشين. فيسري. اربعة واشين. حل? لو قلت لك ان ار بتساوي. اتنين اوم. ار تو بتساوي. تلاتة اوم. ار سري بتساوي. ستة اوم. مين السابت? في. هقول تاني اللي سرح. انا شغال دلوقتي بجاعة تاني للبرل الانسة بقى السيريس. البارل. الفولت ميتر راكب ما بين او بيه. يبقى ده هيقرأ اربعة واشين زي البطارية اللي فوقيه. ده راكب ما بين او بيه. يبقى ده هيقرأ اربعة واشين زي البطارية. عشان هو بيقرأ ما بين او بيه. يبقى على طول هيبدل يقرأ كم? اربعة عاشر. ولكن الار اللي هنا اروان. غير ارطوق غير ارمين. طب انا عاوز احسب كل ايايا. حل? مش انت بتقولي من هنا باربعة وشرين. صح? وهنا اربعة وشرين. وهنا ايه? طب تعرف تجيب لي? ايوان. ايوان هي اربعة وعشرين. على اتنين. تطلع? اتناشر. طب اي تو? اربعة وعشرين. على الثلاثة. تطلع بكم? تمانية. طب اي سرين? اربعة وعشرين. على الستة. تطلع بكم? اربعة. امبير. 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 تاني اللي مش فهم انا بعمل ايه? انا عاوز اعرف كل فرع. ماشي فيه كهرباء قد ايه? امك انا اخدت. الفرع ده. وجبت فيه على ار. والفرع ده فيه على ار. والفرع ده فيه على ار. امجيب لي كل الايات. تقدر تقولي كده? ايه? ايه? مين بكم? اربعة وعشرين? حد معترض? تاني حاجة. تقدر تقولي الار اكويفلنت بكم? اه. هقدر. من غير ما توجه على نفسك في القوانين. مش الار اكويفلنت والاي? يبقى الار اكويفلنت بكم? واحد ايه? ده فيه شوية معلومات بقى رازع النزلت. تعال نمسكهم معلومة معلومة. واحد على الكالكليتر مع نفسه كده عيش حياته. حلو? تعايش انت مع الكالكليتر وبعد كده طلع لنا الاجابة عشان كلنا نطمو. اعمل لي واحد على واحد على كم? اتنين. زائد واحد على? زائد واحد على? ست. هتطلع لك اجابة. اعمل واحد على الاجابة. ثم تطلع لك الار اكويفلنت. تلعت بواحد. ما واحد على واحد بكم? عارف لي انا بقول لك اعمل واحد على? عشان الاجابة اللي تلعت دي كان الاتنين. وان على ار? يبقى ده بالمنطقة هي تلعت. انا بيبتها لك لفتها من ورا خالص. انا كنت ممكن اقول لك تعرف تجيب لي اكمال المقومات بكامل? فتقول لي وان على ار زائد وان على ار زائد وان على ايه? اللي يطلع ده اسمه ايه? فانت لو عاوز تعدلها. لازم تعمل وان على الرقم اللي تلع. لا لا انا مش فهم اي حاجة اخربك كده. بص يا عام. لو انا قلت لك ادي كده ودي كده. دي عشرة ودي خمستاشر. تاري اللي بعدهم. حلو? انا عاوز اجيب انا بقول لك انا حسابتها يا عام هتطلع لك ايه 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 تطلع بخمسة. مفيش فاهم انت جيبتها منين بخمسة. ليه شدعو انا جيبتها منين? اعمل لي واحد على عشرة. زائد واحد على خمستاشر. ستة او تطلع بستة انا حسابتها غلط انا اصرع انا ايه اعمل بقى كده واحد بفايد واحد على ستة. تطلع بستة. مش دي الطريقة اللي احنا عملناها? طب ما انا بالطريقة دي برضو اكدت هالك. هو انا دلوقتي لما جبت الاي هنا والاي هنا والاي هنا. مش انت جمعتهم جبت لي مين? الاي الاصلية. الاي اللي في المنبع كله. لو عملت في المنبع على الاي كلها يدي لك مين? الار كلها. دي بطريقة او ممكن. طل واحد على الار زائد واحد على الار زائد واحد على الار يدي لك كل. تعال كده هنلعب تاني. بصي عنه. لو انا قلت لك هنا. دي تلاتة ودي ستة. احسبها كده اقولي القرية كيف لان تطلع بكام? المفروض هتطلع لك باتنين. تعالي نعملها بطريقة عبيضة. عشان تترجل. بص كده. طلعك باتنين معاكي? اه. ميش. ادي بطريقة. حلو? وانا ههبد اي راقم. بص? احنا هنهبد للصبح. هقول لك دي. اه يا عشرين. حلو? يبقى هنا في ممكن. ولاش عاشين? عشرين مش تقبل التنسيب على حاجة خالص. اخربت هاي حتى الانتاشر فولت. مش هننحس resonance بسرعة. هنا في كم فولت? طمنتاشر فولت. وهنا في كم فولت? 18 فولت. طب لو هنا في طمنتاشر فولت وهنا طمنتاشر فولت. يبقى اي بنكيف ماشي هنا بكامم. مش انت لو عاوز تجيب الاي هتعمل في على ار طمانتاشر على الستة فيها كم؟ تلاتة امبير وهنا طمانتاشر على التلاتة فيها ستة امبير حد معترض طب ستة امبير وتلاتة امبير يرجوني هنا كم؟ تسعة امبير طب لو عاوز الار اكويفلانت تسوي مين؟ طمانتاشر على التسعة تطلع بكام؟ اهي؟ طب واحد تاني قال لي لا انا هعملها بالقانون طب واحد على ستة زائد واحد على تلاتة تطلع واحد على اقلب تساوي دي الواحد على الار يبقى لو قلبتها تطلع الار بكام؟ كله بيطلع انا دماغي لازم تكون سخنة كده طب ليس؟ كده الحمد اللي اعرف نحسب ار اكويفلانت في السيرياس بتيجي ازاي؟ سيرياس ثلاث بعض ومين اللي بتقسم؟ هم؟ مين اللي بتقسم في السيرياس؟ الفيهات طب نمسح بقى العد كده اللي هنا ونقول هنتكلم على مين؟ البارل حلو طب البارل يا عام مين السابت؟ الفيه السابت كان هنا مين؟ القيوة الاي ولكن هنا السابت مين؟ الفيه ماشي التنسيب هو انا قلت لك هي ليه المجموعة جالك واحد على ار عشان هي اريا مش لينس الاريا مكتوبة تحت فانما وصلتوهم جنب بعض انا كايني عاوز اجمع مين؟ الاريا فانت لو جمعت الاريا يبقى كاينك بتجمع مين؟ واحد على الار لكن في السيرياس انت بتلزقهم جنب بعض فانت عاوز تجمع مين؟ لينس فانت لو جمعت اللينس يبقى كاينك بتجمع مين؟ الار على طول يبقى اول نسبة تظهر لي ان الار اكويفلانت على الار وان كنسبة ايه وان على ايه توتل تاني معلومة يمكن ما خدتش انت بالك من اللعبة دي مش دي كانت باربعة وعشرين وكانت الار بتاعيتها بكم? لما كانت باتنين قوم كان الامبير طب لما زادت بقت بتلاتة قوم الامبير طب لما زادت وبقت ستة قوم الامبير بقى كم? اربعة. اقول تاني. لما انت هنا كنت اتنين? كان دي اتناشة. لما الامبير ابتدى ايه اللي يجرى له? يزيد. ايه اللي يجرى في الامبير? لما الار بقت اكبر بقت ستة. ايه اللي يجرى في الامبير? يبقى الاعلاقة هنا ما لها? عكس بعض. يعني ايه عكس بعض? يعني على ار اكويفلنت على ار وان كنسبة اي وان على اي مين? تاني? ده حزن يا ابني ده حزن. اه حزن بايد عنك. طيب. تاني. تاني يا شباب ومعاين نركز. انا هنا ما جيت اتنسب. نسبت من لي مين? في البارل. لا مش لازم ار اكويفلنت. نسبت مين? نسب الارات كمقلوب الارات. نسب الارات كمقلوب مين? الارات. مش فاهم. هو سؤال. انا دلوقتي. لو قلت لك اي وان على اي مين? كنسبة مين? ار اكويفلنت على ار وان. صح? صح? سيبك منهم سيبك بص انت هتبقوا تسمع. يعني ما علينا. دايما السنوية عامة كلنا بنعمل من وعيدنا متأخر. طب بتلاقي بها ادب على يمينك واشمالك. طب تسمع ايه? احلى الامغاني. اه يعني ده. ما علينا. اي وان على اي مين كان نسبة مين? ار اكويفلنت على ار وان. طب انا مش عارف ار اكويفلنت بكام. مثلا. بس اي وان كانت بكام? باتناشر. صح? اي وان كانت باتناشر. اي مين? اربعة وعشرين. ار اكويفلنت اتعرفها? لا ما اعرفش. ما هتبرد انا ما جبت هاي? انا عاوز اطمن نفسي للنسب. طب ار وان بكام? فين ار وان? مش عارف فين? ار وان هيك. باتنين. اتناشر على اربعة وعشرين. نص يبقى لازم هنا يبقى كام? يبقى التنسيب مظبوطة هو? يا عم انا مش متطمم. هات اي مين? على اي مين? كنسبة. ار تو على ار مين? انا ما اعرفش اي تو بكام? انا في لك مقاومات بس. ويقول لك هات كل حاجة في الحياة. ايه ده يعني ايه? هو انا لو ادي لك اي وان وار. اعرف تجيب مين? لا ارد علي بقى. اي وان وار وان. اجيب في وان? طب ما انا لو جبت في وان? جبت في توتل. ده الف به. طب لو انا ما اديك اي وان وار وما اديك ار تو وار سري. جب نسب. مش لازم. بطريقة صح. هي مريم قالت هعمل ايه? هجيب ار اكويفلنت. واحد على ار زائد واحد على ار زائد واحد على ار. جابت مين? انا اتبعكا قالت لي انت مش جبت الفي وان هي هي الفي توتل. فهعمل في توتل على? ار اكويفلنت. انا نجاب لي مين? اي مين? ده ده خزان احزان اللي هي بتعمله. انا مش فهم حاجة من اللي هي عملته. بص يا عم. انا رسم لك الرسمة كده. وعمل كده. وعمل كده. وعمل كده. حلو? وعملت كده. وقلت لك دي. باثناشر فولت. او ما قلت لك شو دي باثناشر. انا كل اللي قلته لك. ان دي اتنين. دي تلاتة. دي ستة. اوم. 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 اتنين وحشة اوه في الحزبة. خليها ستة امبير. او عد كون نفس الرقم. الحمد لله مش نفس الرقم. دي بكم? ستة امبير. المسألة تحلت بمليون طريقة. اول طريقة للحل. لو انا قلت لك ان دي مش دي اي ودي ار. اكوال والبطارية باتناشر فولت. ده هي. طب مش دي باتناشر. اتناشر على التلاتة. اربعة. اتناشر على الستة. طب الايات. اه اتناشر. ستة قال لي لا. واحد على نص. اه واحد على اتنين. زائد واحد على التلاتة زائد واحد على مين? وبعد ما تعملهم طلع واحد على. فتقوم تجاب. كل واحد يحل بطريقته. ما لهاش طريقة. اللي فهم يلعب بالمسألة براحته. يا عم واحد قال لي مش دي بستة ودي باتنين. يبقى النسب. لو قلتلي ايوان على ايتو كنسبة مين? طب يا عم هنا. على المسألة دي كده. ايوان بكام? ستة. ايتوب كم? ما كناش نعرف. ما كناش نعرف بكام? طي. ار توب. تلاتة ار ون. اتنين. يلا ما قصد. اتنين في الستة على? تلاتة. اتنين في الستة اتناشر على التلاتة. يبقى ايتو طلعت? اه هي عم ما احنا مطلعينها بربعة. اي اي لا اي ارات. بس بالمقلوب. وده حاجة مهمة. يعني ايه اللي هي قلته دلوقتي? نهدى شوي. في السيليس كات التنسيبها ما بين مين ومين? الفي والار والال مع بعض ولا عكس بعض? مع بعض. طب هو انا لازم انسب. في توتل لفي وان ار اكويفلنت الاروان? لا. انا ممكن انا نسب في تو لفي وان. يبقى ار 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 وان. نسب اي في هات لاخواتها فين? في القارات او? الال. في التنسيب مين لمين? الاي للار. والاي? بس خلي الاي على جنب. عشان هنا ما تلخبطكش. الاول اللي مشيها اي ومين? وار. تنسيب الاي والار. عكس بعض. خد اي اي على اي بمقلوبها مين? ار على ار. طب لو خدت بالك الارية مع الار والعكس الار? عكس الار. يبقى التنسيب في الار يا مالو. زي تنسيب الاي. ايه اللي انا قلته ده? مش انا اقيل لك ار اكويفلنت على ار وان? كنسبة مين? اي وان على? طب ما الار اكويفلنت على الار وان? كنسبة مين في الايات? اي وان? على الاي مين? يبقى الاي والاي مع بعض عكس? حلوة او. مشي? شوية لعبقة. احنا كل ده من مهد. حياة مين ده تمهيد? بمعنى الكلمة. ده تمهيد التمهيد ده كرشور التمهيد. من الاخر. عشان بص بقى ما تعدش تقول لي هيا خلصنا. هيا هنخلص امت? ده بمهد. ده كده بنتعرف على يعني ايه بارلو? يعني ايه السيريوس والنسب لمين? تمام? فاكر الطريقتين اللي بنجيب بيهم الايكويفلنت في السيريوس? اه. ايه هما الطريقتين? اه? اه? ادمع الاراض باول طريقة. لأ بقولي الطريقة من الاراض. عاوز اجيب الار من الاراض? او اجمع الاراض اهم. دول الطريقتين. او اجمع مين? الاراض. ده في حالة ان انت ايه باتة اللي معاك? اراض بس. يعني المسألة هي اصلا باسملك عشرين الف مقاومة وبيقولك هاتلي ايه? الار من الاراض اللي انا كتبها لك. ومش مندي لك ولا جاتة تانية. لبقى دي مش مسألة فيها ولا اي ولا في ولا تنسيب ولا حاجة. انت تشوف السيريوس فتجمع. حلو? طفل لو انا عاوز اجيب الار اكويفلنت. اول طريقة للار اكويفلنت كتبناها اهو. واحد على ار اكويفلنت كنسبة ايه? واحد على ار وان زائد. واحد على ار تو زائد واحد على ار سري. وبعد ما تطلع الاجابة تقول واحد على الاجابات ومتطلع. طيب افرد كان عندك تلات مقاومات. تلاتة والتلاتة والتلاتة. حلو? بلاش تلاتة. شان سهل. ستة وستة وستة. حد يحسب عاكل خيطر بالطريقة. اعمل لي ستة وستة وستة. ان شاء الله تطلع معاك بكام? باتنين. طلعت باتنين? واحد على الستة. ساقد واحد على الستة. ساقد واحد على الستة. يطلع بواحد على الاتنين. هات مقلوبها? طيب ما انا ممكن اقول لك. على ان. انت تعمل ار على ان? لو التلاتة قد بعض. واحدة على عددهم. لما كانوا قد بعض في السرياس. واحدة طايم عددهم. لكن هنا فارل. واحدة على مين? على العدد. الواحدة مش بستة. وعددهم تلاتة. يبقى ستة على تلاتة فيها كام? مين? طب بص اللي جاية دي. انا بقى كرمون ومش انا. ده انت هتبقى اشتر مني فيها. لما باجى حل على فكرة انا بحلها كده. ولا بعمل دي ولا بعمل دي اف. ده لها طريقة تلتة خالص. لما انا رسمتلك كده. قلتلك هنا تلاتة وكام? وستة. قلتلي بكام? حد حسابها? واحد على تلاتة زياد واحدة على الستة. ان شاء الله تطلع معك باتنين. واحدة على التلاتة. واحدة على الستة. تطلع واحدة على الاتنين. ايه اروان فارطو على اروان زياد ارطو. اوف. ثواني. ايه ده هتقول لي بقى دي اسهل? ادي اسهل. ده دي على طول ده اللي هتعمله. يعني ايه اللي انا عملته? يعني هتقول لي ادي اروان فارطو على اروان زياد ايه? ارطو. ستة في تلاتة تمنتاشر. تمنتاشر على تسعة. ايه? ثواني. ودي ما فيهاش قلب. خد بالك دي ما فيهاش قلب. دي اللي كنت بتقلب فيها بس. عشان دي كانت بتطلع مين? واحدة على الار. ولكن دي? طلع على الار على طول. قال لك طب لو كزا واحدة. اشتغلهم اتنينات. عارف ازاي? انا لما قلتلك مسلا كانت هنا مقامة الاولى اتنين. وتلاتة وستة. دول كانت كلهم طلعوا بواحد صح? انا دورت في دماغي. ستة في تلاتة على ستة زي التلاتة باتنين. اتنين واتنين. ممكن تعمل مجموح اه الوحدة على عددهم. يبقى اتنين على كم? على اتنين. شام حاجة. تاني. تاني. بالزبط انا شغلت الافكار كلها في دماغي. تاني. انا لما كنت احطت كده. باتنين. ستة وتلاتة صفصفوا على واحدة بكام? على التسعة. يبقى دول كانهم اتشطبوا. وتحولوا لاتنين. تاريلي مين? الاتنين. انت انا اشتغلت مش هما اتنين وقدوا بعض. انا الله. جمعهم اتنينات وبعد كده خدها مع واحدة. خدها مع واحدة. تعال العبالك بطريقة تانية. يا عم العبالك بطريقة تانية. اصبر بس علي. اه ده بارل. ده شغل بارل. القانون ده يخص بارل. لو انا حطيت لك كده. خمستاشر. وعشرة. وتلاتة. خمستاشر وعشرة وتلاتة. المسكين واحدة على خمستاشر. زائد واحدة على عشرة. زائد واحدة على التلاتة. وبعد كده يقوم يعمل فيهم ايه? يقلبهم. وانا بقول لك لما هتعمل كده هتنسى تقلبه. الصائع. خمستاشر في عشرة مائة وخمسين. على خمستاشر زائد عشرة. خمسة وعشرين. مائة وخمسين على خمسة وعشرين. ستة. يعني دول بقهم بكام? ستة وتلاتة. يبقى ستة في تلاتة. ستة زائد تلاتة. تمنتاشر على التسعة. طب افرض دي كانت ستة. ستة على اتنين. مش دي مسلا مسلا. دي كانت بستة يا عام. فانت دول صفصفه على كم? على ستة. ممكن تقول ستة في ستة بستة وتلاتين. وستة زائد ستة اتناشر. ربا ستة وتلاتين على اتناشر. تلاتة. او ممكن واحد يقول لي انا هشتغل بقى بدا ستة على كم? تطلع بتلاتة. هاتبغت بقى. حل انت ايه? دماغك مرايحك لي. سدة. ده بشتغل بي في التنسيب. واحد على اولا علشان اللي هيكون عاوز يصور او يعمل حاجة. فانا احل هنا بحيث بعد اما خلص يبقى الصورة دي محلولة بالنسبة لك اعمل لها سكريمشوت. فتقول انت تعمل ايه? تقعد بقى تكبر وتصغر وتعيش حياتك ما تقلقش وما تصورش. ولكن على قد ما اقدر حطيت لك افي واحد اتنين ثقيت اربعة خمسة. اه كده على كده انم صغر. واحد اتنينيا تتاة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر رمشة قطع تناشة تطع شربعاتش خمعتاشر سبتاشر سعتاشر تونتاشر اشعر اشعر واحدة اشعر اشعر واحدة اشعر 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 اشعر. بس. خالص ده كده ايه? اللي هو عشان تبقى شخص مؤهل ان انت تعرف تحل اي فكرة. محلولة. لا انت بعد اللي 24 دول يبقى عندك ملكة دلوقتي لما تبص على الشكل تعرف اذا كان تريل ولا سيريس ولا ميكس تمام اول حاجة انا ابتديت بحاجات كده ايه ريئة هادية خالص بحس المعلومة ايه? اولا دلوقتي عاوز اعرف بتاع اعمل ايه? ارسم ساهم هو مش وراه. يعني ايه ارسم ساهم هو مش وراه? يعني لو جيت هنا اغير كده اللون عشان تبقى الوان واضحة. بص يا معلم. لو انا قلت لك هنا قدي دي الكهرباء بتاعتك. تخن ده كده. مهم? ماشي. مش ماشي كده. عدت على المقاومة الاولى. ماشي كده. عدت على المقاومة التانية. ماشي كده? يعني انت الكهرباء عملة ايه? تمشي. عندها اي تفرعة ممكن تعملها? استحالة. يبقى دي التوصيلة دي تعتبر او سيريوس? سيريوس. دي اسمها حودة دي. لكن دي مش معناها نومة او سيريوس. ده ده السلك كان ماشي كده امتين انت عملت في ايه? حواته. ولكن انا ما عنديش غير الروت ده. يبقى انا لو حبيت اجيب للرسمة دي. السيريوس يجي ازاي? يبقى تعمل لي اتنين زائد. تلاتة زائد اربعة. تطلع? تسعة اوم. مش حاجة. هادية خالص. اللي جنبيها. دول كده. اهي ما دي فوق ودي تحت. بس قلنا هي مش زي قطبان القطر تقول لي وخلاص. اما انت ايه بتعرف ازاي? طول ما انت ما عندكش غير طريق انت عملت مشي فيه. وعملت عد على المقاومات كلها. يبقى انت شغلها ايه? يعني ايه? انت ماشي كده. عندك احتمال ان انا مشي كده. طب بعد كده هطير ولا هتطر ان انا انزلت. او ما انزل اهو يا عم انزلت. بعد كده هحوت كده. يبقى انت عديت عليهم في نفس الطريق? يبقى دي كلهم ايه? تطلع بكامل? تسعة اوم تاني. ما عنديش مشكلة. عشان من الاخر اتنين وتلاتة وايه? واربعة. طيب بص على دي. عنده اللي بيخلصوا بسوانا هم يعني. اللي بيطلعوا مجهود. خمسة عشرة عشرين. فرل ولا سيرس? ليه سيرس? ما هو? ادي ماشي ماشي. نزلت. نكمل. حواد. خلصت. يبقى عشرة. وخمسة خمستاشة. وعشرين. خمسة وتلاتين اوم. ده معنى. فاش حاجة اللي بعده. فرل ولا سيرس? يلا ادي خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. اجمع بقى. خمسة وتلاتين. كلام سهل قوي. اركز عشان نبتلنا على الفكرة. في حاجة بقى بتقابلنا في الدوائر اسمها الشورت باص. ايه الشورت باص? انا يا عم عندي طريق النهاردة. طريق صفر. حلو? بالعقل. طريق انا وانا ماشي. لقيت الطريق فتح طريقين. حلو? يعني انا وانا ماشي كده اهو? اهو. لقيت الطريق ابتدى بقى عندي عند النقطة دي ايه? طريقين? يا اما طلع لفوق. يا اما احويت كده. يا اما طلعت كده يا اما? مشيت كده. بالمنطق ببساطة في حياتك. انت دلوقتي ماشي في طريق الصفر. لقيت طريق فيه كارتة. وطريق جنبيه. مفوش اي حاجة. حتى لو طويل. حتى لو طويل. ده مفوش كارتة. والتاني فيه كارتة ومطباط. وخد بالك هو الطول ده يعني ايه? نظرية. ولكن مش معنى ان انت بالورقة والقلم بعد احنا كده لو ايه? ابتداني نتعامل على الشغل لحظة انا قوي. اصلي طريق ده اطول? ولا ده اطول? مفيش حاجة اسمها اطول واقصر. دي كهربا ماشية في ايه? في سلك. هي بالعقل قدامها طريق. فاضي تماما. مفوش اي حاجة. وطريق تاني فيه? مطبط وهربدة وكارتة. خش في ايه طريق? اللي فاضي. طب الاميتر. ده يعتبر حاجة? قلت لك واحنا شغلين على شابتر وان. الاميتر ده يعتبر حاجة اسمها ايديال اميتر. يعني ايه ايديال? يعني كأنه هو سلك بالزبط. كأنه مجاش. الاميتر بالنسبة لي كأنه حاجة مش موجودة. ما تدقنيش. يعني ما تقولش ايه ده ده فيه اميتر? لا يا عمد دي زي ايه? كأنها علامة الطريق. امشي على طول. ولكنها ما تديش ربع مقاومة. يبقى انت عندك الطريقين. تاخد انهي طريق. اللي فوق ولا اللي تمشي في العشرة? اللي فوق. ما تمشي الشنك. كده معناها انت عملت حاجة اسمها شورت سيركت او شورت باس. اللي هي طريق مختصر كأنه. فانت كده عدت على الانهم قومات. عدت على الانهم قومة. الخمسة دي لأه. والخمستاشر ما انت مشيت كده كده. جيت هنا. طبعا مش هتحوت خلاص. هتقوم تكمل طريقة كده كده. يبقى انت مشيت كده 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 كده. وشكرا. يبقى في اللحظة دي. تعتبر ايه? تمام? التوتر رزيستنس تعتبر عشرين اوم. حل? ماشي? الاميتر هنا اولا ده مش متركب تاري. والاميتر بالنسبة لي لما بيحطه على سلك ده بيحاول يقول لك ان السلك ده كأنه فاضي. مش فاهم يعني ايه? بص كده معي. انا ارسم لك رسمة كده تانية تحتيها. هعمل لك كده? مهم? لو انا رسمت لك كده. حلو? وانت حطيت لك مقاومة هنا. ودي مقاومة هنا. ودي مقاومة هنا. وانت قلت لك دي خمسة. ودي عشرة. ودي خمستاشر. كده الايكوفلانت بكامل? تلاتين. حد ما اعترض? طب لو انا عملت كده. كده الايكوفلانت بكامل. اش معني? علشان لما انا جيت عند الحتة دي. اهو انا ماشي من هنا كده صح? اهو جاي كده. عندي كم طريق? طريق ايه? يا اما اروح كده اطلع لفوق. يا اما انزل لايه? مين اللي مليال ما طبطه بهدلة? يبقى اني مش همشي تحت. ولكن هطلع فين? فوق. همشي كده. طب لو انا حطيت لك اميتر. كايني محطيتش. يعني الاميتر كايني مش موجود واعتبر ان هو سلك ايه? فاضي. يبقى انا من الاخرى اقدر اقول لنفسي ان انت هتمشي كده 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 وتنزل كده. يبقى انت معاك خمستاشر بس. يبقى دي مش معناه ان معاك اميتر راكب باري. ده اميتر راكب على سلك فاضي. فالمقاومة اللي تحت السلك الفاضي ايه اللي اجرى لها? تتلغي. ده اول نوع من المقاومات اللي هنلغيها. احنا عندنا لكشة مقاوماتها تتلغي. كل واحد ليه السبب وليه طريقة ان انت تدركها. اول ادراك للمقاومات اللي هتتلغي لما تبقى رب على مين? سلك فاضي. فاي حاجة تحتها تتلغي. هنا اهو. طب ايفرد انت جاي من هنا. لما انا همشي كده برده. لكن دي ملهاة. ما هنديش عليه. في حاجة صعبة? كلام عبيض خالص. ماشي? يلا. انا بتكلم بمين? علشان برضو تسمع السؤال. هو ده كل انا بتكلم بمين? طب لو انا قلت لك اتجاه الكترونات. عادي اقلبه المين? ما تفرقش معاي. ولكن انا على طول بحثت طبعا مين? اي. يا مساهل. ودي دي كده. يلا نعيش حياتي. واحدة واحدة بقى. ركز قوي عشان معلومة تبقى واضحة بالنسبة لي. انا دلوقتي ماشي كده. حلو كده. اهو. جيت هنا. ايه اللي هيجرها? عندي طريقين عند النقطة دي. يا طريق امشي كده. اهو. فوق كده. يما طريق ايه? انزل لي تحت. ياخد انهي طريقة. ما تهبتش. لو سمحت. انت انقل طريق بعين واسيب التاني? لو لو سفر. سلك فاضي. لكن ما تقوليش. اصداد في مقاومات كبيرة وده مقاومات هنمشي في الاتنين. حالة واحدة ان انت تتمشي في طريق من غير التاني لما يبقى ده السلك فاضي? والتاني ما له? في مقاومة. يبقى كده انت بتلغي فكرة البر اللي انا عمالها ححكي فيها ساعتين. ما واحد كان ستة واحد اتنين واحد اتناشر. مشيت في الاتنين بس? ولا مشيت في الستة والاتنين والاتناشر. شو فيهم كلهم? تعالي بقى معي. شايف النقطة دي? هي? والنقطة دي? النقطتين دول? النقطة دي? حبسة كده كم? تمانية. يعني انت ممكن تشيل التلاتة والاربعة والواحد وتحط بدلهم مين? واحدة التمانية. كل دولك لانهم واحدة كان اشمعنا يا عم. قاعدة بقى بطيدي خط في بالك. اولا لما يديلي مقاومات كتيرة بقى وجنح كده كبير وهنطلع تنين ونرسم عليه مقاومات. لما يجي يسألك هاتل بتاعت المقاومات اللي في الدائرة دي كلها? ابعد عن الترمنال. ابعد خالص. يعني اوعى تلمني مسألتك من هنا وتقوم تلم دول. ده انت بتلم منين? من بعيد وتقوم تدخل 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 تلمها. تمام? يبقى انا ما جيت ابص. شاف دي النقطة بتاعة البرانش اللي بعيدة خالص والنقطة دي بتاعة البرانش. طب ينفع اقول عن النقطة دي نقطة التفريعة. دي ايه دي? حاودة. طي و دي. فين نقطة البرانش? دي و دي. طب دي لما ايه في طريقها? تمانية. التمانية دول محبسين مسلا ما بين نقطة اكس ونقطة مين? واي. التمانية دول محبسين ما بين اكس واي. طب والاكس واي حبسين تانية. تمانية تانية. يعني عندك اكس واي حبسين تمانية و اكس واي حبسين كمي? ايه اخبار دول? بالزبط. مش دول محبسين ما بين اكس و واي ودول ما بين اكس و واي. يبقى دول كانوا مفرن لبعض. يبقى انا اقدر كده ببساطة. اترجم رسمتي واقول انا معايا كده وكده وكده. انت دلوقتي معايا دي قربت منها? لأ دي باتنين اهيه. واللي تحت? بست. ولكن كل العاك ده التمانية والتمانية. كانوا يتقلبوا لكم? يبقى تشيل كل الجنب ده كله وتقلبوا هنا لكم? لوحدة باربعة. مش بها ريال? جات اربعة منين. تمانية بارل لتمانية. واحدة على العدادهم. ما دم قد بعض. ما انا هبتدي اشوف انه واحدة تخليني ايه? احسب. ممكن واحد يقولي انا هعمل واحد على التمانية زائد واحد على التمانية وهتطلع واحد على اربعة. فمقلبها فتبقى اربعة على كم? على واحد يبقى هي باربعة. ممكن تمانية في تمانية اربعة وستين. على تمانية زائد تمانية ستاشر. اربعة وستين على ستاشر. اربعة. دورها باي طريقة. طب بعد ما رسمت الرسمة دي. اتنين. واربعة وستة. ايه اخبارها? اتقلبوا سوريوس. اهو انا ما عنديش طرق تاني. ما عنديش احتمالات. يبقى دول من الاخر اتقلبولك السيريوس بقت كم? اتناشر. يعني كل الكوعة دي صفصفت على كم? اتناشر. اهان. انت هتعملي كل حاجة. والسيريوس اقلبي وطلعي كله. على فكرة انا ما حاولتش اعمل السيريوس. ليه? عشانا الاول اشتغلت ايه دول? سيريوس اصل. وبعد كده بقول لما بقم سيريوس مع بعض. تلعوا كم? بقت التمانية مالها? اه. ترى اللي التمانية. فقم الكل دي صفصفت على ايه? اربعة. بقت اللي اربعة سيريوس معا? الاتنين والستة. اصلا. لكن لو ان شاء الله فيه نص وهنا فيه خمسين هتمشي انهي طريق? الاتنين. تمام? طب فيه حاجة صغيرة. لو لاحظت حاجة كده بسيطة ومهمة. موت. لما انت بيكون سيريوس مع بعض. الار اكويفلانت بتبقى اكبر من اكبر مقاومة. الار اكويفلانت اكبر من اكبر مقاومة. يعني اكبر من اكبر مقاومة. يعني لما كانت هنا. مش كنا اثنين وثلاثة واربعة. صفصفت على كام? هي بقت هي اكبر من اكبر مقاومة. في البارل بتبقى اقل من اقل مقاومة. ده لازم. يعني هي اقل من اقل مقاومة? اصلي بالعقل. معي خرطوم ديق وخرطوم ديق وخرطوم ديق. التلاتة لما تدمحهم معنا لبعض. هيساعدوا اللي ما يتمشي حلو. طب بطريقة تانية فاكر لما كنا ستة وثلاثة كان بالصفصف على كام? ستة في تلاتة وثمانتاشر على ستة زي التلاتة بتسعة. يبقى تمنتاشر على التسعة. طلعت اقل من اقل مقاومة. دي قصص لازم تبقى هنا بقى افبالي وانا بتحرك. ان انا لما اجي احسب. انت مش قلتلي دي بتمانية ودي بتمانية. يبقى اجباري لازم اللي هتطلع. تبقى مالها? قال لي انه تمانية. ده لبين? ولكن لما طلعت لي هنا باربعة. كان ايه اللي لازم يحصل بقى? جماعة اتنين زي داربعة زي دستة طلعت باتناشر طلعت اكبر من اكبر مقاومة. دمدة? حلو. يالله. يا مساهل. انا دلوقتي ماشي كده صح? عندي كم طريق? نين. نين. حلو? طريق كده وطريق كده. ركز معي. حطي لي بس نقطة عند حتة البرانش. مش دي برانش. اهي? كرة الحلوة دي? ودي برانش. اهي? نقطة التفريع. ودي برانش. ودي ايه? برانش. حط اي حروف انت عاوزها. اكتب هنا ايه? وهنا بيه? وهنا سي? وهنا مين? دي. طريقة لسه بتعلمها الف بيه حضانة اسمها البوينت ميسود. الف بيه. اي تفريع حط عندها ايه? حروف. ده لو رسمة بسيطة احنا لسه طريقة الحروف والبوينت دي دي هتبقى اسلحك في الحل. السعلي حيات اهو. اي بي سي دي. تعال نشوف النقطة ايه وبي دول. مش دول اول نقطة انا قبلوني اهو. دول حبسين مين? حبسين تلاتة. فوق. وحبسين ايه تاني? حبسين اتنين. طب بالنسبة لها الاربعة دي ايه? ليه سير يا سعب? ما هي? ما انا ماشي كده? 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 ما الطريقة اهو قدقين يا بمشي كده اهو. حودة. دي مش تفريعة. يبقى دي كم? ودي ايه? تصفصف على كم? اتنين? ستة في تلاتة تمنتاشرة ستة زي التلاتة بكم? تسعة. تمنتاشرة تسعة? اتنين. اهي. يبقى العكة دي كلها اهي. رسمتها بكم? اتنين قوم? ماشي. ايه اخبار دي? ولا حاجة اهي? اهي الستة محطوضة زي ما هي. هنا ستة قوم. ايه اخبار دي? انا عندي سلك فادي. وعندي سلك في ستة. امشي فين? يبقى التوتل كام? تمانية يا عم قوم. ريئة? اهي بص انا هتطلق مسائل نطلع خطوة خطوة من لا شيء لغاية لما نوصل لاعلى نقطة. انهي اتنين. ايوة. يا انا نفسي حد يسأل. انا بص بقى لأ لما ما بسمعش اسئل. انهي اتنين. دي. دي كده بكم. مش دور سرياس? ودي بكم. تلاتة. طب. الستة والتلاتة. محبوسين ما بين مين? ايو دي? يبقى ديك تلعتبر. التلاتة ما لها? مع الستة. يا جماعة تاني. لما انا اقول لك تاني. لما انا سمت كده. وكده. ايه دول? بارل ولا سيروس? بارل ليه بارل? ما انا اقدر اقول لنفسي اهو يا عم. انت ماشي كده. اول برانش قابلني. اول التفريع. سمي دي ايه? مشيت هنا شوية ومشيت هنا شوية. هما اللي اتنين اتقابلوا? هنا يبقى دي مين? بي. ايه الاخبار? دي محبوسة? ما بين? ودي? ما بين او بي. يبقى اللي اتنين دول ما لهم? بارل لبعض. يعني ما اجا بص هنا. اتنين واربعة. دول سيروس. بارل على مين? على التلاتة. يبقى التوتل سلعة كم? ستة في تلاتة على ستة زائل تلاتة. عشان عملتها بقانون البارل. ضربوهم على جمعوهم. حل? طيب. حلوة دي اول. حلوة حلوة يعني. طريقة النقط. نتدقى نتعلم طريقة اسمع طريقة النقط. ايه طريقة النقط دي? بس تخالص. حتى ما تقلق. احنا تعلمناها على فكرة بس تعالى نأكد عليها. اول حتة بعد البطارية اديها حرف. اول نقطة بعد البطارية اديها حرف. يعني النقطة دي. انا هديها ايه? والنقطة دي انا هديها بيه. يبقى بعندي نقطة اسمها ايه نقطة اسمها? بيه? عسل? ايه? اهو يعني. حلوة كده? النقطة تفضل تجري والحرف ما يتغيرش. لغاية لما تيجي عنده مقاومة توقف. مش فاهم? النقطة دي هتطلع لفوق. صح? طلعت كده لفوق. قدامها كم طريق? قدامها كده. ادي ده طريق. وقدامها تحود كده. وقدامها تنزل تحت. طلعت. احود. امشي كده. انزل ايه? تحت. اول ما تيجي عنده مقاومة. ارمي الحرف ووقف. يعني انا لو مشيت مع الطريق ده. بلاش. ولا خلينا عالطريق ده. بص الطريق ده ماشي. جي عند النقطة دي. هتغير حرفها? لا. انا مشيت كده. لقيت نقطة دي. ما غيرش الحرف. انا لسه بجري بقاني حرف. ايه? طب لما النقطة دي مش اتفرعت كده وتفرعت كده. جات هنا ترمي. ايه? نزلت كده. ترمي مين? ايه? طلعت فوق ترمي هنا. ايه? يعني اهي انا مشيت كده. نزلت رميت. ايه? انطت? ما نطش مقاومة. النقطة ما بتنطش. حلو? طب جت هنا نزلت. ترمي ايه? خلاص ما انا ميه? انطول ما انا ماشي في سلك فادي شايل فوق دماغ الحرف وعمل اجري بي. او لما جي عنده مقاومة او مرمي الحرف. تمام? جيت هنا. رميت ايه? لقيت لسه في طريق فوق? طلعت الفوق ورميت? احنا كده خلصنا دي. طب مش هيكة نتطلع بايه من هنا? هتحرك كده. ترمي هنا مين? اه ايه? رميت لي هنا ايه? تنط? ما تنطش? طب لسه في طريق تاني ما مشيتهوش. ترمي هنا مين? ايه تاني? حد معترض? خلصنا كل الايهات. في اي احتمالات تاني نمشي? ايه اخبار النقطة بيه? نزل لتحت هي. هتحوض كده? او تحوض كده. يلا نمشي في اول طريق انا حواتي كده. قمت جيت هنا ايه اللي هعمله? هطلع لفوق. ليس? قابلت مقاومة هنا قمت انا عملت ايه? رميت لها بيه? طب نزلت هنا. فضلت ماشي. قابلت مقاومة هنا. رميت لها مين? بيه? طب طلعت الفوق. ما انا لسه معايا. عندي احتمال تاني. يعني انا مشيت كده. مش ممكن تمشي كده او ممكن تمشي كده? تنطرمي هنا مين? بيه? ريئة? خلصت كده كله? ليه لسه? معايا لسه من احتاني. يلا احوض عن احتاني. لقيت مفترق طرق عادي. مرة خش في الطريق ده ومرة اطلع في الطريق ده. طلعت هنا ترمي مين? بيه? وهنا بيه? حد ااخد باله من حاجة. كلهم ايه? ده كلهم محبسين ما بين مين? او بيه? يا خرابي. يعني كل الشبح ده طلع هو عبارة عن خمسة. برل خمسة. برل خمسة. برل خمسة. برل خمسة. برل خمسة. اه. عشان كلهم طلعوا محبسين ما بين مين ومين? يبقى كده خمسة. بواحد او. يعني الرسمة دي ممكن تترجمها لي. ترسم لي باتري كده. وتعمل سلك بالمنظر ده كده. ودي مقاومة. بسلك كده. وتقول لي هنا واحد او. شكرا. كل دي. مدام محبسين ما بين نفس النقط. يعني انا لو عندي الرسمة. قعد تجربة الحرف. انا لسه عارف ان فيه. طب افرد وانا بجري. لقيت مقاومة. ما معرفتي شانوت رميت من ناحية التانية. كل اللي في دماغك هقول. انت انت تخيلت اوم اربعة وعشرين والحمد الله قلبنا خمسة في خمس ثواني. فقلت يلا بقى ما هي الزيتة. ده احنا كده خلصنا الخمسة وعشرين والا اربعة وعشرين في سنة. بس مع كل واحدة هي هتقدم لك فكرة. عاوزك تاخد بالك منها. ايه? اه بس احنا بنرد احنا هرسم لك بس يا عم. بس كده. نرسم لك سانبوكسات ودوريات. قول اللي انت عاوزه. الرسمة تيجي زي ما تيجي. ولكن انا كل اللي علي ان انا اعمل ايه? تاني. تاني علشان خاطر. انا لو من اول يوم في السنة. اللي اعبة دي زبطت معي السنة كلها استريحة. انت في سانية هتقول لي دي بكازة. عشان كده بقول لك شابتر وان هو شابتر منهج. بيخدم على المنهج كله. انا عملت ايه? جريت رمت ايه? جريت رمت ايه? جريت رمت ايه? انا عمل اعمل ايه? ارمي اول حرف. طب جيت البطارية من الناحة التاني. ارمي بي. ارمي بي. ارمي بي. ارمي بي. ارمي بي. يا بقى انت بقيت عامل ايه? رامي. ايه وبي ايه وبي عند كل المقاومات ايه وبي. تحب اهوريك حركة قصية? اهوريك حركة قصية. لو انا اقل لك ان دي باتناشر فولت البطارية دي. عشرين فولت. يبقى الفولت فوق المقاومة دي بكام? عشرين. يعني هو ممكن يرسم لك بس النهاردة مش هعمل كده. انا ممكن ارسم لك فولت ميتر فوق اي مقاومة دلوقتي. قل لك قل لي بيقرى كم فولت? دي قعدة بقى دماغك هجيب فيها قهربة. هرمي لك فولت ميتر في اي حتة في الدايرة واميتر في اي حتة في الدايرة. قل لك قل لي قرأته كام? انا فاهم دلوقتي. ما انا دلوقتي لو قلت لك البتر دي عشرين فولت. والبطارية دي محبوسة ما بنقانهي نقطتين. يبقى اي مقاومة محبوسة ما بنقوا بيه بتقرى كم فولت. عشرين فولت. يا الله هتحب اكبر حاجة? خش يا عام خش. انت اللي قلت. ودي لون مختلف. لو انا حطيت هنا اميتر. شايف الاميتر اللي ركب هنا? قل لي يا ركب امبير. قلت البتر يبع عشرين هو انا انا اتخيلت هنا في فولتوميتر راكب اري كام? عشرين. والارب كام? في على ار? عشرين على خمسة بكم? يبقى لا متر ده اري كام? صح? لا صح ما تقلقش. لا انا النهاردة مش جاي اخليك تقول غلط واقولك اقول الصح. انا بص النهاردة بتططب عليك. عشان خاطر معلومة انتهربش. عاوز اقول حاجة اعلى. انا صغرت الرسمة هي. انا حط هنا اميتر. لا اركز في دي. دي قللت الادب. الاميتر ده بيقرى كام? كام امبير? تعال نقول. بمليون طريقة اتجيب الاميتر ده. ولو ما فيمتش دي النهاردة مش حكايتي ده حاجة سابقة الاوانها دي المرة الجاية هنقولها بالتفصيل. هو مش الطريق ده. في كم? اربعة امبير. طب والطريق ده? اربعة برضو ما هو عشرين فولت على خمسة. قوم. يرميلي كام امبير? اربعة. طب والطريق ده? طب وده? طب وده? اربعة زائد اربعة زائد اربعة. زائد اربعة زائد اربعة. عشرين. ما انت? الخط ده بقى بنسميه ايه? من روت. ده اللي منه رامى كده ورامى كده. ده اللي منه وزع اربعة واربعة. ومن هنا وزع اربعة واربعة واربعة. طب جات قالت لك يا حم انا مش عاوز وجه عقل. انت بتعقدها علي وانا مش عاوز اعقدها. صح? قالت لي هو انت مش معاك الباتري دي بكام? عشرين فولت. والارات. واحد. يبقى عشرين على واحد بكام? عشرين امبير في المين روت. هدي لك حتة اعلى. خالص ده لازم. بص هنا شايف دي? في اميتر هنا ركب. اهو. الاميتر ده بكام? عشرين. تعال فهمك حاجة حلوة. تعال فهمك حاجة حلوة. طلع هنا كام? اللي ماشي هنا كام? عشرين. العشرين هرب هنا كام? وهنا كام? صح? هنا كام? اتناشة. اتناشة. ما هي زي المفورة? انا مشيت كده. رميت هنا ايه? اربعة وهنا? اربعة. يبقى هنا راحوا تمانية من العشرين. هنا يرمي كام? اتناشة. علشان يبقى مجموخهم? عشرين. يعني هنا اربعة وهنا ايه? اربعة. هنا جري كام بقى? اتناشة. اهي? طب اللي اتناشة. نزل جوه دي كام? اربعة. اهي? يبقى هنا جري اربعة. متبقى كام بقى? تمانية. ما دي اتناشة. هرب اربعة. يجري هنا كام? تمانية. طب هنا يبقى فيه كام? اربعة. وهنا? عشان الاربعة والاربعة دول يلموا يرموا كام? تمانية. التمانية مع الاربعة اتناشة. الاتناشة مع الاربعة والاربعة يرموا. دعا لها دا هو. ما تقلقش لو ما فلمتش فيه تاني وتالت وعاشر. هنا. ايان كان بقى اللي فاضلة هقوم عاملها في حتة مانات تانية. لأ ده اللي فاتت كان علشان المايك اصلا كانت اللمبة بتقفل وتفتح. فكأن اصلا بتبتكلم على المايك بتاع الموبايل. معلين. هنا انا هرمي نقط. انا جيت هنا. هرمي هنا ايه? زيو. وانزل هنا ارمي. ايه? زيو. وانزل هنا ارمي. ايه? طب اخد بالك الايه وصلت لفين? انت عارف ده معناها ايه? ان هي مدخلك اسمه ايه? وروحت بالايه المين? للبي. يبقى انت كأنك زي اللي فاتت. ما انا هنا? بص. انا كنت اعمل لك المنظر ده صح? اهو يعني. المنظر ده كان المدخل ايه? والاي قدرت توصل. يبقى ما فيش او بي. ما ما دخلي وصل لايه? للمخرج. الايه قابلت البي. يبقى ما فيش او بي تمام? طب تعال اوري لك. يعني دي طريقة متخلفة جدا للحل. بش شايف الرسمة دي? انت عارف انا لو عاوز اعدلها وديها رسمة تانية. ممكن تعال كده احطها جنبيها. ارسم لك كده. ادي دي اهي. حلو? اهي. وبعد كده اقوم اجيب التلاتة كده. واطلع. واجيب دي كده. واطلع. واجيب دي كده. واقفل كده. انت فاهم حاجة من اللي انا رسمته? يعني واي كان دي عملتها كده. فاهمين حاجة? واي كان جبت الطرف ده والطرف ده. وشدته كده. فكده من الاخر. بقى كان انا ماشي من ايه? اهو? تب دول ايه دول? دول على الله دول ما يهمش ستين لازمة. انا مش قادر ما دي بقى الطريقة اللي يقول لك شيل السلك وخطه نقطة وعد طوله واثر في السلوك والعبس ده. انا مش مدرك كل ده. انا لو الايه بتاعتي قعدت تلفه ووصلت للمخرج التاني اللي بيه? يبقى ساعتها المقاومات دي ما لها? سفر. قول لي ده تلغى. ده الالغة كتير. اه هي سفر? طب نعلي الفكرة سيكا. نعلي? بلاش دي? اه سفر? حاضر. دي عندها سفر. زيرو. اوم. تاخد انهي الفكرة. حلوة دي? حلوة دي? يلا نحط ترمينات. اه هي عم. ادي هنا ايه? وادي هنا بي. يلا اجري باي? زيو. عندها كانت طريق. ايه? 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 ادي ايه? ودي ايه? ودي ايه? يلا اجري بي. بي هترمي هنا? ادي بي. تمشي كده وترمي هنا? بي. تمشي كده وترمي هنا? بي. تمشي كده. تطلع فوق. تمزل تحت ترمي? بي. ادي دي اول واحدة ماتت. جات هنا. تحكي كده ترمي? بي. كده انا عندي كم مقاومة? واحد اتنين تلاتة. يبقى خمستاشر على? خمستاشر على التلاتة. تطلع? خمسة. في واحدة جميلة قوي بقى. ده متعة. ده متعة. ده بص. عارف ولا نتفليكس ولا شاهده هو شغال قدامه. حاجة كل ما في المتعة بس. اتفرج واستمتع. يلا. عندي بطارية اي منها? شمالها? عاوز اي ولا اكس واي? حاضر. يبقى اكس واي. يا جماعة اي حاجة? اعمل اللي انت حط واحد اتنين. حط. بس انا لاحبش احط ارقام. اصلا ارقام مع ارقام مقاومة مع حساب. يا اخطي. هابل. يلا اجري بالايكس. صح? اهي? انا جريت لغاية هنا. كده. ترمي. اكس. تطلع. اللي فوق هنا. ترمي. اكس وايكس. خلصت? لا. لا يا عام. اطلع اكس. اطلع اكس. خلصت? في اي اكس ممكن ترمي تاني? لا. هات الواي. اطلع. واي. اطلع. واي. اطلع. واي. وانزل تحت. واي واي. يا الله. اطلع. 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 دا كله تلع. اطلع. começ Facebook. اطلع اللي بعض. ne اطلع. دا كله محبوس ما بين مين? اكس والاي. لا في واحد بيقولك لا في واحد محبوس ما بين الواي والاي Dis. قطب بأمانة مش بهزة. دي محبوسة ما بين X و Y و دي X و Y ولكن دي Y و X هتفرق ده هتفرق في حاجة ريئة كده هقولها لك حال حاجة مزيكة ولكن كلهم محبوسين ما بين مين X و Y بص بقى انا هلعب ستة و تلاتة بستين بقى و تلاتين تسعين صح سورة 180 180 على مجموخهم 90 180 على 90 20 يعني دول بعشرين مع عشرين بارل لا صح صح لي ثانية واحدة مش كلهم بارل لبعض مش كلهم بارل لبعض ستين و تلاتين ستين و تلاتين 20 20 مع عشرين عشرة عشرة كل دول ماتوا خلاص بقت عشرة مع عشرة خمسة خمسة مع الخمسة اتنين و نص يعني العبس ده كله اتنين و نص قوم انا مش فاهم حاجة بص انا لو علي عوز اقول هقول تاني على مهلي ضربهم على جمعهم يبقى ستين في تلاتين 180 180 جمعهم 90 180 على التسعين يبقى كل دول بكم عشرين عشرين يتاخدوا عشرين معدي مش عشرين و عشرين ياسم على اتنين يبقى عشرين على اتنين بعشرة يبقى كل ده صف صف على واحدة بكم عشرة 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 على اتنين خمسة كل ده مات خمسة و خمسة لا ده استني بس تعال كده معي انت عارف انا لو عاوز احدد اتجاهي الكهربا الكهربا بتتحرك منين لفين من الهاي للوق انا هعمل حاجة وبعدها اشتم براحتك وهسيبك خلاص ولا هعمل دي و اعمل حاجة تانية وبعدها سيبك عادي اشتم براحتك بعديه انا عاوز انا عاوز ايه بلاشني انا عاوز بس رسم اتجاهات الكهربا والرسمة دي هنكمل عليها دي بداية المرة الجاي بس عاوز رسم اتجاهات الكهربا اتجاهات الكهربا انت بتتحرك من الهاي من النقطة اللي عندها عشان دي اول نقطة خارجة من من البطارية ومين ده معناها ايه ان الكهربا مشي كده راحت كده حلو جات هنا تحركت ازاي من اكس الواي يعني ماشي كده وطلعت فوق قامت لما طلعت فوق عملت ايه كده وكده عشان هي بتتحرك من اينه من اكس الواي يبقى حاوزت كده اهو وعملت كده واخد بالك دي جاية كده طب هتمشي كده ولا تطلع فوق اصلي هي مستلمة من هنا بص دي جاية كده ومديرة مت هنا فدي اما ده بتمع دي عارف زي ما وسيل المية لازم المداخل لها من خارج يبقى لو دي ضربة مية كده ودي زقة مية كده يقوم المية تطلع ازاي لفوق وانت بقاعدة انت بتتحرك من اين هاي للو فانت هو تحركت من الاكس الفين للو ام جي هنا عمل ايه طلع لفوق طب لما يطلع لفوق يعمل ايه يحوط كده ولا يحوط كده كده ليه بقى عشان المية هي طلع من تحت مشت كده رمت هنا ورمت فين هنا فدي ودي تقابلوا مع بعض كده يعملوا ايه كده صح اهي فواي دي لمت مع واي دي لمت مع دي رجع كل الكهرباء انت عارف دي حاجة شعرة اسمها كرش وفرست لو ان ما داخل الايات لازم تلاقي ما خارج ليها ماينفعش انت عمال تضلق كده هتفرقها هتيجي عند نقطة كي انت عمال تزق ميا منها وتزق ميا منها وتزق ميا منها وتزق ميا طب ما فين المخرج الطرق دي كلها المرة الجاية هامللك على كل سلك اميتر وفولت ميتر قول لك قول لي قرية كل اميتر وفولت ميتر في كل سلك ممكن جاست وين رسمة رسمة واحدة اخر رسمة فهمت فهمت ما فهمتش ما فهمتش كان فيه ايه انهي دي 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 افتكري ان قلتلك بلاي اصلي دي ممكن تقابلها في الواي ممكن تقابلها في اول حتة في الواي بس انا هحاول على قد ما اقدر الواجب مش هحط لك فيه اللعبة دي بس على فهم اخر اللعبة بص يا معادي هو هنا فيه سلوك فاضية دي اخر كلمة هقولها ما في امتهاش ما تقلقش المرة الجاية دي هحط عليها بالاوي سودا هنعمل عليها ميتر اسمة اولا الكهرباء ماشي كده والكهرباء ماشي كده فورد الكهرباء ما تجي كده تحوط كده وتحوط كده صح؟ طب واللي جاي من هنا تمشي كده وكده وارد تحوط كده وتحوط كده قعدة الف به من غير اي تفاصيل النهاردة ودي يا حزبة ان احنا هنتعلم المرة الجاية نحسب جهد كل نقطة فتتأكد من المعلومة اللي بقولها لك انتم مشيتوا خلاص؟ ده دي لقطة مهمة بص يا معلم شايف المقاومة اللي في النص دي؟ بل واسودة ليه؟ عشان انا لو جيت ارمي نقط مش هعرف ارمي نقط مش هبطلع لي رسمة حلوة طب استنى استنى بس مش لازم اجري انا انا بحاول اطمع بس مش لازم اطمع انا هعمل واحدة اسهل وخلي الصعبة دي في المرة الجاية شايف دي؟ دي ان شاء الله سهل لو انا فتح المفتاحين حداشر مش محتاج اتنين وثلاثة وكان ركز في دي قفلت ده بقى عندي هاي النقطة هتمشي لفوق وتعمل كده تنزل لتحت وتخرج كده في حاجة صعبة هنا؟ ده طب ده لو قفلته واللي فوق قفله اللي اتنين مالهم مقفلين مقفلين فاضية؟ ممكن تطلع مش فاضية ازاي بقى؟ بص يا معلم شايف دي؟ سميها ايه؟ يبقى دي ترمي هنا؟ ايه؟ تطلع لفوق ترمي ايه؟ وترمي ايه؟ ترمي ايه؟ ايه؟ طب شايف دي بي؟ تمشي هنا تلاقي هنا ترمي؟ بي تنزل لتحت وتكمل كده هو ترمي هنا؟ وترمي هنا؟ بي لطلعوا كلهم مل ما بينقوا بي فتطلع اتنين وتلاتة وستة الستة والتلاتة برل بعض قلنا بتصفصف على اتنين الاتنين برل الاتنين يبقى دي تلعت السلوك مش فاضية ظاهرياً فاضي عملياً مش فاضي انت النهاردة تعلمت ترمي كم حرف ايه و بي ايه و بي انت المرة الجاة هترمي ايه و بي و س و دي و اي و اف و ج هترمي عشين حرف ابقى ما انا هترمي حروف للصبح وعادي هتجمع يا عم الموضوع مش صعب ايفيداً المترجم للقناة